تحت رعاية صاحب السمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وحضور جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي شيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف احتفلت جمعية المحاميين البحرينية بالذكرى الأربعين لتأسيسها وأعرم السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجمعية المحاميين ومنتسبيها لقيامهم على مهنة تحبل رسالة نبيلة وهي نشر مبادئ العدل والحق والمساواة والمواطنة والالتزام بالقانون والدفاع عن الحريات ضد كل عبث بالحقوق أو إخلال بالواجبات والالتزامات من جانبه شدد شيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وشدد على علاقة الشراكة التاريخية بين منظومة العدالة وجمعية المحاميين انطلاقا من موقعهم ودورهم جنبا إلى جمع أعضاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون على الجميع بما يحفظ حقوق الناس والدفاع عنهم وأعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن بالغ تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية في سبيل الارتقاء بمهنة المحاما وصون رسالتها السامية وما تقدمه من إسهامات في مجال التطوير العدلي والتشريعي مؤكدا حرص الوزارة الثابت على تقديم كل ما من شأنه دعم مكانة ورسالة المحامي بدوره نوه رئيس جمعية المحاميين المحامي حسن ابداوي بدور الرعيل الأول من المحاميين الذين ساهموا في تأسيس الجمعية مشيدا بجهود الرواد من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية كما أشار إلى التعاون المثمر والفعال مع وزارتي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل اشتركوا في القناة